شلال الله عليك شوية خلي صعد الصوت يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله شلال الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم شيدي فنفوز فوزا عظيم بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أول ما يلفت النظر تعبير القرآن الكريم عن الكعبة بأنها بيت يعني ليش القرآن يشم الكعبة بيت لأن البيت البيت إلى معنين يعني باللغة العربية لما نرجع إلى لفظة البيت هاللفظة هاللفظة إلى معنية معنى المقصود بالأسرة يعني العشيرة الأسرة العائلة ما يقولون فلان من بيت فلان بيت فلان يعني عائلة فلان هذا المعنى ليرد دائما في تعبيراتهم أنا من بيت هم أعزل العرب هم أشجع العرب هم أكرم العرب مثلا من بيت يعني من أسرة من عائلة فمعنى من معاني البيت المقصود به العائلة جاء ومعنى من معاني البيت أن المكان الذي يحصل به المبيت المكان اللي بات به الإنسان يسمى بيت البيت الآن المشاحة اللي الإنسان ينام بها بالليل يبات تسمى بيت فالبيت يو بهذا المعنى يو بهذا المعنى وذنى اثنين هن اثنين هن ما يرون يعني ما ينطبقا على الكعبة ليش القرآن الكريم يعبر عن الكعبة بأنها بيت إذا اثنين هن ما ينطبقا شنو معنى بيت ليش يسميها بيت لأن الكعبة لا مكان للمبيت ولا بمعنى العائلة ليش عبر عنها بيت اللي يغلب على الظن والله عز وجل أعلم بمراده وبمقصوده اللي يغلب على الظن أنها البيت المعنوي للمسلمين كأنه أكعدنا بيت مادي البيت المادي اللي يرجع إلى الإنسان إذا تعب إذا خلص من شغلة يعود البيته يرجع إلى بيته المكان اللي يرجع إلى الإنسان من بعد تعب وعناء هذا البيت المادي والمكان اللي يرجع إلى الأرواح اللي تهفو حوله الأرواح تهفو حوله أرواح المسلمين هو الكعبة فالبيت المعنوي هي الواقع البيت المعنوي للمسلمين المسلمين الكعبة يعني تضمهم مثل ما يضم البيت أفراد العائلة المسلمين أسرة المسلمين المفروض أنهم أسرة يعني من وجه نظرية أسرة الآن على الأقل من وجه نظرية لأن من وجه عملية هم مو أسرة فعلا أنا أكد لك يعني الآن من وجه عملية المسلمين أبدا مو أسرة يتنابزون ويتنابزون ومع الأشف يعني ما عدهم الروح الإسلامية اللي يمليها الإسلام مع شديد الأشف فهل لون الواقع من التعبير المقصود بأن البيت يحتضن المسلمين كما تحتضن مشاحة الدار أفراد العائلة والمسلمون عائلة ويحتضنهم البيت بمشاعرهم بتطلعاتهم بانقطاعهم إلى الله لأن أنت لما تروح إلى البيت في الحقيقة مو معناه الله بس شبها المكان لا لا لنت فتلي يعني الآن نحن لما نقول رايحين إلى بيت الله مو معنى الله عز وجل ما يلتق إلا هناك لا الله في كل مكان لكن هو أمر بأن يعظم هذا المكان أمر بأن نحج إلى هذا المكان مو يقول له واحد من الشعراء يقول له يا ربي جئنا إليك منك ربي جئنا إليك منك فكل الكون مغنى وجودك المعهود رحمة أو رشحة من عطائك الغمر يا رب فمنك العطاء محظ الجودي الواقع أن الناس عندما يقصدون إلى الكعبة مو لأن الله محصور في الكعبة فقط لا لا لكن لأنه أمر بأن يقصد هذا البيت كرمز يعني رمز من رموز الإنقطاع رمز من رموز الإطاع إلى الله أن الواحد من عندنا يقصد بيت الله وإلا الله في كل مكان أبدا الله عز وجل لا يخد منه مكان ولا يحويه مكان قط الباري عز وجل الكون كل الكون كل الواقع خلق من مخلوقات الله وش كبرى هو الكون ساموه المشكلة هنا المشكلة يوم على يوم جهتطلع نظريات أمس أقرأ نظرية بأنهم اكتشفين كويكبات صغيرة تبعد عن الأرض 150 مليار سنة ضوئية يا فضيع يا هذا الرقم نفس تصور فضيع يعني مو مسألة خلي عنك لأن هذا يمكن إذا تحط لك الآن هال 150 ذنة تحط وتحط يمهن أرقاء أصفار يمكن يوصل مننا للقمر 150 مليار سنة ضوئية فضيع يعني الضوء يمشي بالثانية 185 ألف ميل بالدقيقة شك يمشي الساعة شك يمشي إذا بيننا وبيننا هالما شاف شكبرى الكون تبارك الله جلت عظمته جلت عظمة الخالق أنت أكبر من أن يحيط بك الفكر الواقع نرجع إلى الآية فليعبدوا أمرت الآية قالت فليعبدوا رب هذا البيت شنو معنى أولا البيت شوك تقشش أبو ذر رضوان الله عليه سأل النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أول مسجد وضع بالأرض يا مسجد قال للنبي الكعبة الشريفة قال له ثم قال له ثم بيت المقدش قال له كثر ما بيناتهن قال له أربعين عام ثم بعد ذلك الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصلي هذه الرواية التي ترويها كتب التفاشير عند المسلمين كافة زين يعني رجي يقول له أن مواضع الشجوع ذن مسجدين مزق الكعبة الشريفة وبيت المقدش ثم بعد ذلك وين ما أدركك الصلاة إذا أنت بالأرض أي مكان تقدر تسجد عليه من الأرض لأن الأرض صالحة للسجود في أي مكان يعني طبعا غير المستثنيات يعني الأرض الطبيعية مو الصناعية مو أكو أرض صناعية يعني أنا في اليوم يسألني واحد على ما تخطر مصري يقول لي شنو أنتو ليش حاطين هاي القطعة عدكم سجدون عليها قلت لأنت في استنادك إلى جواز السجود على السجادة شنو قال لي استنادي إلى جواز السجود على السجادة لأن ماذهبي يفتي بهذا ماذهبي أبو حنيف يفتي قلت لأنا ماذهبي يفتي بهذا ليش بس مذهبك حجة ومذهبي مو حجة واثنين على كل حال هذا مذهب وذاك مذهب هو مذهب دخل لأفهم قلت تعرف شنو مذهب مذهب يعني فقيه يعني طريق الى الاشلام ما عدنا احنا مذهب مقصود لذاته عدنا الفقيه طريق الى الحكم الاشلامي بعدين هاي مو من الارض مو قطعة من الارض قال لي ايه قلت له النبي يقول جعلت لي الارض مسجدا وطهورا شوية يعني اذا تتأمل جين قلت له ما يبقى عندك اشكال دال صح على اي اتحال المشألة في واقع الامر اينما الارض كله الارض الطبيعية وما انبتت صالحة للسجود الارض الطبيعية وما انبتت تصلح للسجود حتى الحصى يعتبر قسم من الارض الطبيعية الحصى مسلمين ايام عمر بن الخطاب اشتكوا له قالوا لالدنيا تمطر واحنا بمسجدنا بنحط جباهنا على الارض يلزق الطين بجباهنا اش نسوي كانوا فرشوه للمسجد بالحصبة جابوا حصبة فرشوه كانوا المسلمين يشجدون على الحصبة حتى الواحد من عدوه احيانا يشير لها حصبة ويجيبها محارة يحط ايد عليها يبردها الى ان تبرد يا الله يسجد عليها فالقصد ان الارض وما انبتت طبيعيا النبي يقول له حيثما ادركتك الصلاة صلي فاذا اول مسجد بنى هو الكعبة الشريفة وبعد ذلك بيت المقدش جن اجى الطوفان لما اجى الطوفان اكو عبارة عند بعض الروايات العبارة واردة عن الامام الصادق سلام الله عليه يذكرها صاحب فرحة الغري يقول لما جاء الطوفان اربع بقاع ضجت الى الله من الغرق فرفعها الله رفعها يظهر انه من العبارة معنى رفعها هنا يبدو انه يعني شالها عن مستوى الغرق عن مستوى الماء لانه هو الطوفان وعز الى كوكب ان يقرب اكثر من بعده فالماء يصعد غطى الارض الا مرتفعات معينة الماء ما صعد الها من جملتها الكعبة ومن جملتها النجم على الرواية الواردة عن الامام الصادق سلام الله عليه قال هذه بقاع ضجت الى الله رفعها يعني ما وصلها الماء ظلت لم يشملها الطوفان لكن درست الاثار اثار الكعبة درست فاوصل الله الى ابراهيم عليه السلام وولده اسماعيل ان يقيم قواعد البيت على الاسس الموجودة من عهد آدم وفعلا واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا الى اخر الآية جين فرفعا قواعد الكعبة بنوها من جديد اذا الكعبة الواقع هي من عهد آدم وهاي الابنية كانت تجديد عليها الابنية اللي صارت من بعد تجديد عليها زل لما اجى دور الجاهلية العبادة ما كانت لله الكعبة ما تركوها مجرد مسجد يقصدوا ويأدون به شعائرهم جابوا وثنياتهم نقلوها قاموا يجيبون الاصنام يضعون صنم كل قبيلة تقول ليش هالقبيلة وحدها عدها صنم احنا لازم نسوينا صنم ايضا يعني قاموا يتنافسون بالارباب احنا هم عدنا رب لازم مبشر فذول يجيبونهم صنم يخلوه كثرة الاصنام الى ان وصلت الى ثلاثمائة واربعة وشتين صنم وضعت على ظهر الكعبة ويبدو انه قام ويقتبشوا لها الوظائف اللي كانت عند اليونان اليونان اكو عدهم وظائف للالهة عدهم اله للجرع عدهم اله للماء عدهم اله للخصب عدهم اله للحب عدهم اله للالهة على يتحد فكل اله يضطو وظيفة معينة ولذلك القرآن الكريم يشير بلمحة اله الجانب وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفة ان كل واحد من عدهم الى وظيفة يدعو بها عند الله ويقربنا الى الله بها فذول حطوها الاصنام وقاموا ويعبدوها جل القرآن شي يقولهم يقول فليعبدوا رب هذا البيت مو يعبدون الاصنام والبيت ما مقصود لذاته البيت مو هو المقصود ذولا لا يحطون عيونهم على الحجارة يعني ات لما توقف على البيت البيت مو الركن البيت مو الارض مو الجدران البيت انقطاعك الى الله بالمكان امر ان ينقطع به شايف وإلا مو مسألة هاي الجدران اللي انت قاصدها القطعن هذا ترى مو شهل يعني انت الان لما تأتي الان احنا بالقرن العشرين لما تجي لك الى واحد عامي ما يعرف هذا ان يقرأ الله من وراء الحجارة مثلا لا هذا بناء الكعب رايح لها مثلا يحطيها افرض على الحجار ايه ويفتر دائر مدائرها هذا لا هي مو هاي الواقع هاي مجرد اظهار اظهار الطاعة اظهار الانقياد الله عز وجل اتعبدنا ان نشعى بين الصفا والبروة اتعبدنا ان نطوف لكن في كل هالممارشات الانسان يجب ان يتعلق عقله وفكره وين بالله عز وجل شايف يعني اعبد ربي البيت مو تعبد البيت انت مو رايح تأدي طقوس هاي جامدة المسألة مو لمسة حجر ولا طوفة على ارض او على بناء لا لا المسألة استحضار فكر وعقل من تروحنا تستحضر الله عز وجل تذوب في الله تشوفها وتذوب في اخوانك المسلمين يعني تشوف ان ذول جايين كلهم تلقى ابن الثمانين ويرمل يجي بالشعي يرمل يطارد هذا من يرمل يقوم يطارد تشوف ايه لها هذا ابو الثمانين وشيح يا رب ذاك الوقت تجلأ لك تجلأ لك ضعف الانسان حاجة الانسان الى الرحمة حاجة الانسان الى الله تلقى تلقى هالعظم البائل هذا اللي وهن عظمه ودق جلده وظهر انحنى وبهاي اللحظات ويطارد يركض يشيح يا رب في واقع الامر هذا يعني مشهد روحي مشهد ذو بالانسان ويخلي يتجه بعقيدته الى الله فالقرآن يقولون اعبد رب هذا البيت لا تعبدون الاصنام هذول كانت الجرهم العصبية الى الاصنام هي المصيبة جاية من العصبية منين تيجي المصيبة الواقع تيجي المصيبة من العصبيات العصبيات هي التي تصرف الانسان عن رؤية الحق هو يقول اخي هذا لا يضر ولا ينفع ات هذا لما لا يضر وليش تعبد يقول عجيب احنا نترك ما كان يعبد اباؤنا ميصير ادري اولو كان اباؤهم اخر يا سيدة ابوك ولو ما يفتهم يعني ات شنو ابوك في نظرك ابوك خو ما كان يفتهم ات ليش ما تفتهم يعني ابوك غلط ات ليش تكرر غلطة ابوك انا انا وجدنا اباؤنا على ام وان على اثار هم مقتد هذا غلط هذا اللون من التقليد الباطل لان الله عز و جل ارشدك الى الحق ليش تتمسك بالباطل ليش هالعصبية وتلقى العصبية الواقع مرة تكون لصنم خارجي ومرة تكون لصنم داخلي تلقى يو واحد يتعصب للصنم صان عبيدة يو يتعصب للهوى خلي اضرب لك الضكنة ماذج من العصبية اكو صموئيل زوامر هذا احد المستشرقين يعتبر نبي المستشرقين هذا هذا عاش بالقاهرة ومات سنة 1952 وكان من مهمات ان يحول بلاد المسلمين الى بلاد نصارى فتش كان يتصور اجه هذا الرجل كان عنده كتابه اللي كتبه او مذكراته يتحدث بهذا كتابه عن من عن الاشلام يقول ما يزال الشهد هو الدرياق عند المسلمين الشهد شنو العسل يعني يقول العسل هو الدرياق عند المسلمين لانهم يعتقدون ان فيه الشفاء من كل دواء وليش بقرآنهم اشارة الى الطب الا هذه الاشارة الغبية التفت لتعبيره الا هذه الاشارة الغبية يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناش شهد التفت للتعبير اولا قل خلنجي الى العسل هذا اللي تتعبر عنه وتنقده هذا كتاب جماعتك وعظماء جماعتك انا اذكر لك مثلا اثنين من عظماء طبائهم عدهم جارفز يعتبر من كبار الاطباء هذا عنده كتاب طب الجمهور وعدهم استاذ الكيمياء الزراعية ساكت هذا طبيب انجليزي ساكت يقول ما ممكن ميكروب من هالميكروبات هذا يعيش بالعسل هو مستقر مستقر شنو ان بعض الميكروبات عيش 48 ساعة ويموت وبعضها اربعة ايام ويموت مبين فالسلسلة من الميكروبات اللي يقتلها العسل بعدين العسل مخزن الزهريات النبات لانهاي النحل يأخذ من النباتات ويجيب وين كل هذا تقريبا يطلع عنده خلاصة بالعسل العسل مركز الفيتامينات مركز الغذائيات مركز مركز هم اللي يطلع عنا انقلك عباراتهم زين بعدين العسل الى هذا الجانب ثبت الى اكثر من فائدة وفائدة والقرآن ماطى اكثر منها التعبير يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس فيه شفاء على الاجمال بعض الامراض ها بيها شفاء والآن يجي الطب يطيق قائمة بالامراض اللي يشفيها العسل قائمة بالامراض وهي شهادة قومك هاي وحدة ثانيا كون اللي ينقد الناس يقولون اللي يضرب باب الناس بحجارة كون بابه مو قزاج تبابك قزاج يا اخي تتعال الى كتب قومك شوف شي تحدثون كتب قومك الطبية يقولون ان دم العصافير دم العصافير شفاء لكذا من الامراض الجلدية يعدوا لك دم العصافير يعتقدون به ان دم العصافير يشافي كذا من الامراض الجعلة يقول مما يرضي لآله رائحة الشواء ذول آلهتنا ذول جماعتك الرومان يقولون آلهتنا يطربها رائحة الشواء ان نجيب الذبيحة نذبحها ونشويها تطرب الآلهة اللي عنده هكي فكر خرافي يجي عبر عن القرآن بان بدي تعبير غبي قدت عندك هكي افكار عندك هكي آراء لو عندك انصاف وانسانية مثلا ما تحمل هذه الحملة زين بعدين ملقى لك ان هاي الاشارة الوحيدة للطب القرآن فتتدري اكو كتب ألفت في طب القرآن كتب كاملة على ان القرآن مو كتاب طب القرآن يشير الى اشياء يعني اتقد عجبك لما تقرأ قال ربي اني وهنا العظم مني بتصور ان شنو معنى وهنا العظم مني ليش ليش يجو لك الاطباء هنا الاسلامين يشرحوا لك عشرات المعاني الرائعة اللي ترتبط بالآية جن آيات بالقرآن الكريم بالنسبة الى الطب في اكثر من مورد ولعل من احدث الكتب اللي اولفت في هذا مع الطب في القرآن لحد كثير المعاصرين فذاكر بجملة الآيات التي ترتبط بالجوانب الطبية بس شوف التعصب شوف التعبير وذول المستشرقين عدهم فرد تعصب عجيب اما اذا اجيت للمسلمين بعضهم مع البعض الاخر قد يختلف لمسلم مع مسلم بفرع من الفروع يعني اساسا الاصل ما بي اختلال يعني مثلا خل اضرب لك مثل افرض قبلة قد يختلفون في موضوع تعيين القبلة يعني يا انا بالصحراء اذا ما اعرف القبلة وارد اصلي شلون اصلي واحد افرض يقول اصلي الى اربع جهات واحد يقول لا اصلي ما بين المشرق قد يختلف هذا ما بيشي هم متفقين في الاتجاه الى القبلة بش مختلفين في كيفية تحديد هذا الاتجاه هالمقدار هذا يستوجب ان يتعصب واحد ضد واحد آية واحد يفهمها من القرآن وثيابك فطهر واحد يقول ثيابك فطهر يعني ملابسك شويها كسيرة تخليها تسحب على القاعة تشيل بها وصاخ ونجاش واحد يقول لا ثيابك فطهر يعني اخلاقك نظف مثل ما نقول طهر الثوب يعني اخلاق نظيف ما المقصود ثيابك هذه حتى تطهر لان طهرت الثياب في غير الصلاة مواجبة هذا يختلف هذا يستاهل ان تشتم واحد يشتم الاخر هذا يستاهل هذا واحد يكفر الاخر أنا بفارع واحد يقول تجوز امامة المفضول مع وجود الفاضل واحد يقول لا ما تجوز امامة المفضول مع وجود الفاضل هاي مثل النجاح ان يجوز تقليد المجتهد مع وجود الأعلم يولا هذا اللي يقول لك يجوز أن تقلد مجتهد مع وجود الأعلم يقول لك أنا شنو قصدي قصدي أن هذا يفهم الحكم الشرعي إذا صار مجتهد صار يفهم الحكم الشرعي إلا أعلم لا ذاك لا يقول مجي الأعلم أوصل أفهم بالدليل فأنا ما يجوز لأقلد غير الأعلم مع وجود الأعلم هذا عنده وجهة نظر وهذا عنده وجهة نظر هذا مثلا هالمقدار يخلي واحد يتعصب ضد واحد او يشتمه فردت على خطأ لكن اشتمك ليش وانت تشتمني ليش مصيبة يا اخي والله مصيبة مصيبة على كل حال ما ندري شون تخلص هالمصيبة ما تخلص وابك يعني الا يريد لها يريد لها ايمان يذوبها يريد لها خلق يذوبها اليوم احدى الاخوات تكتب لي تقول انا رحت الى معهد تحفيظ القرآن بصراحة فقدم الطلب اريد ان انتمي بصريحة قالوا ليتي شيعية لو سنية بصريحة العبارة ليش يعني المفروض ان احنا هل لا اله الا الله يا اخي اريد اتعلم قرآن انا جاي اتعلم قرآن انا جاي اتعلم القنم شخصك اتب عقيدتي خليني قرآن اتعلمه هاي روح الاسلام تقبل هذا ما تقبل هذا روح الاسلام احنا لاجم نصير اكبر من هالمستوى هذا مستوى شنو فرقك ان تتعصب الى صنم دتعبد صنم صنم من الهواء والعصبية في داق النفسك اذا في واقع الامر ان هذا اللون من العصبية يا اباه ديننا الدين يرفع شعار لا اله الا الله ويذوب كل الحواجز تحت هذا الشعار ويترك لك يعني مو يضغط على حرية رأيك لا وروح تشتفيد من القرآن اشتفيد من الحكم الشرعي حسب ما يصل الى علمك لكن ليكن صدرك واسع يتشع لأخيك وصدر اخيك يتشع لك المفروض انك انت وهو في قناة واحدة هالقناة افرض انت تكون على اليمين هلاك تكون على الشمال لكن كلاكما بالنتيجة الى غاية واحدة فليعبدوا رب هذا البيت انتقلت الآية قالت الذي اطعمهم من جوع رب البيت اطعمهم من جوع كيف يعني اطعمهم من جوع ياخذولا كانوا جوع يعني هم مجوعين انفسهم كانوا جياع شنون مجوعين انفسهم يقول لي يا اخي تعال انزل هذه ارض صالحة للزراعة خش وهذا ماي وتعال اشتغل ازرع يقول لا هاي مهنة مرذولة هاي مهنة مرذولة هاي تنزل قدري بين المجتمع شنو المهنة الطيبة اللي ترفع قدرك يقول المهنة الطيبة الخيل والليل والبيداء تعرفوني وشيف ورمح هاي المهنة الطيبة اطلع بالليل انهى بالناش كانوا بها العقلية يعني يتأمل هذا يصور الزراعة عيب الصناعة عيب يقولوا للوائل ابن حجر الحضرمي يقولوا لها تأسلمت وحسنة اسلامك ليش ما تصلي جماعة تجيو يا المسلمين دولة اخوانك تجتمعوا ياهم تتبادل آراء تصلي جماعة قال لا قالوا لي ليش قال اخشاني وزاحمني البقالون انا بصفي بقالي صلي ما ماطيقة ليش شاهل بقالي شبيه ليش يعني شنو نقصه ما فهم يعني رجل يجلب الخضرة مثل ما ذاك يجلب القماش وذاك يجلب الطعام شن الفرق ارجوك شن الفرق بين هذا وذاك ما هو الفرق يعني تخطر بناك عد راحة هاي بعثي الى الان تعيش عند بعض القبائل الى الان بعض العشار وخص عندنا تعيش بعض العشار عندنا الان ما يزوجون بعض الناس ما يطلوا لي انه هذا الطوالقاب معينة على كل حد ما احبه موجودة الان هذا عار وعيب يشتغل بالزراعة عيب عار المفروض ان الزراعة والغريب انا شفت بعض فقهاء المسلمين ما يقبل شهادة بعض اصحاب المهن مهنة اذا عند مهنة في نظرة يسميها مهنة حقيرة شو دفرضنا الساج واحدين سج ما يقبل شهادته عجب ليش ما يقبل شهادته شو معنى شاوين ان اكرامكم عند الله اتقاكم شنو دليلك تعالى عدم قبول شهادة يا اخي غريب يعني اقول لك الناس يعيشون ضمن العصبيات اللي في داخل صدورهم وإلا واقع الامر المسلم كفوا المسلم والمسلم شهادة لا اله إلا الله إذا عنده خلص شهادة تقبل هذا يقول لا عنده مهنة حقيرة ما تقبل فذولا كانوا ما يزرع وما يشتغل بالصناعة وتجارة ما عنده فشي سوي شنو شغلة هذا منين يأكل يوي ذبح الجوع ولهذا اتقدت شوفها الظاهرة الحضارية اللي عندهم انهم اغلب شعرهم واغلب نصوصهم الادبية شنو لنا الجفنات الغر يلمعنا بالضحى عدنا جفنة يعني باطية بيها بيها طبيق ومرق تريدوا لحم شبيرة تلمع بالضحى تلقى التمدح بيش التمدح بأنه مطعم الطعام يا أيها الرجل المحول رحله هل لا مررت بدار عبد منافي ثكلتك أمك لو مررت بداره لعجبت من كرم ومن أوصافي المشألة مشألة باطية ومشألة شيف هذا ينتظر لباطية بيها طعام يروح يأكل بيها أما هو يشتغل يأكل من كدة لا هو مثلا يصنع يأكل من طعام من كد يده أنا أقول لك المناطق اللي بيها شوية خلفية حضارية لا كانت تشتغل مثل المدينة المدينة من إجاب أهل مكة لقوا الأنصار يشتغلون عتم زراعة وعتم صناعة حتى تخطر واحدة من الصحابيات طبت على النبي صلى الله عليه وآله قلت لها يا رسول الله أنا امرأة صناعة يعني أنا أشتغل عندي عندي صناعة سأتمادري تنسج أو شيء آخر صناعة قلت لها أنا امرأة صناعة وأنا عندي زوجي ما يقدر أنفق عليه يجيب علي أنا أنفق عليه قالها النبي أنفقي عليه جين فأجأوا لقوا هذا يجيب لي أنا شوية مجتمع بيه خلفية حضارية يعني متصل بفئات حضارية فكانوا ما يرون العمل عيب وإلا العمل عدهم عار عدهم عيب واحد يشتغل بزراعة أو صناعة طبعا إذا صار يشتغل بزراعة أو صناعة عيب يعني شنو جوعا فجوعا أجأ القرآن الكريم غير عقلياتهم نزلهم للزراعة نزلهم للصناعة وبعد وصوالهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء تلقى الثمرات قامت تجبى يمينا وشمالا انهلت عليهم الدنيا الله عز وجل فتح عليهم أبواب الخيرات هنا فعلا قامت تجليهم الأموال من اليمين والشمال لأن أولا هم قاموا يشتغلون وبعدين انفتحت عليهم الطرق وباعتبار مركز الإسلام والمسلمين يجون وكلهم يشتركون في إيصال الطعام إله المنطقة طيب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وفعلا كثرة طعام عدهم وصاروا يتنوقون في أنواع الأطعمة يعني أفرو أحيانا وصلت إلى الحد ليقزز منه الإنسان أو ليجيب السرب يعني تلقى مثلا كان واجبة من وجبات طعام بعضهم هذا كان يجيبوله مصارين البط محشو بيش بالسكر الطبرز وبمخوخ الطير يصيدوله طيور يطلعون مخ الطير ويحطوه بالسكر ويحشوه بمصارين البط هاي من الوجبات المفضلة عد معاوية هاي نعم كانت إحدى الوجبات المفضلة عنده بعد فترة كانت مفضلة حتى تخطر فديوم واحد دخل على بعض القلفاء الومويين شاف شوية يتنوق بالطعام جيد ويدقق يعني لجه بالطباق ما لوبخه قال لا أصلح كلا بالأمس كنتم تأكلون الشخينة حتى عيرتكم قريش كانت أرق أكل عدكم وأثمن أكل أن الماء الحار شوية يفورو يذبولكم عليها شوية تحين يصير عصيد شخينة يسموها هاي اللي كانت عدكم الأكل المفضلة المميزة الآن شوية هالنعم هذا كأنه هذا جاب لجام لما جاب للجام شاف أن الطعام اللي بيه شيء من القذا قطف والجام ثمين يعني يكلف مبلغ عشرة آلاف درام كسر للجام قال اتقل هاي شوية النعم أخاف تزول من عدكم قال لا 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 أقول كما تقول أنا ألبس النعم ما لبستني فإذا خلعتني خلعتها يعني وصل الأمر إلى هلون من الغرور ها فالله عز وجل أطعمهم قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع بعد وآمنهم من خوف نبه لي شوية بالله إلى المقطع لأن هذا المقطع ببحث شوية مهمة أحاول أختصرها إلى قدر الإمكان أولا آمنهم من خوف بثلاث آراء الرأي الأول يقول آمنهم من خوف أن يجبه من أجل الرفد شو يعني معناه ذول كانوا يرحون للإيلاف الإيلاف وين يعني يفدون على إبره ملك الحبشة يفدون على بلاط كشرة يفدون على بلاط الروم شنو يجيبون من عدهم هدايا يأخذون من عدهم هدايا يشطوهم هدايا يعني يحمل لها قصيدة ويمدحى ويجيب من عندها الهدايا ينتظر الرفد يأخذ الرفد ويرجع استجدي طبعا استجدي بصورة شوية وقرة هذا اللي كان عدهم الله عز وجل أغناهم عن ذلك يقول وخر عنهم خوف الجبه كان أحدهم أحيانا قد يجبهون يعني يرجعوهم بدون شيء إجا خلاهم الناش تقصدهم مو هم يقصدون الناش قامت الناش تتحمل من بقاع الأرض وتقصدهم تمدحهم وتأخذ الأموال فعلا من بعد ما كانوا يمدون أيديهم أصبحت الأيدي تمد إليهم وأصبحت الأموال عندهم وصلت إلى درجة تكدش يعني أكداش من الذهب والفضاء يعني أحيانا تشمع الأرقام الأرقام يعني صدق كبيرة أرقام كبيرة يعني بدر دنانير ودراهم تنقل إلى بيوت البعض تتشور كمية كمية كبيرة أكداش من الذهب والفضاء وهذا هو اللي أثار حفيظة أبي ذر رضوان الله عليه أبو ذر شاف الأموال هذه الذهب والفضاء تكدش وما تنفق فيه شبيل الله وانتهى الأمر بها إلى حرمان الضعفاء فثار ثورة المعروفة جين فرأي يشير إلى هذا فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنهم من خوف قطع الرفد عنهم لأن كانوا يدورون الإيلاف هذه عبارة القرطبي كانوا يبحثون عن الإيلاف ويرحون يمدحون بعض الناش يجيبون أموال هذا رأي الرأي الثاني لا آمنهم من خوف آمنهم من خوف الغارات عليهم وصلوا كيج يعني كان تميز أكل مكة تشوف المحيط اللي داير ما داير مكة كلها يتعرض إلى الغارات ما تلقى منطقة بالحجاز أو بنجد ما تتعرض للغارات أبدا كلها تتعرض لكن مكة لا ما حد يتعرض لها ليش لأن يقول مكة هذه ذول سدنة بيت الله ذول سدنة بيت الله ما حد يعتدي عليهم إكراما للكعبة إكراما لبيت الله هؤلاء ما حد يغير عليهم حتى الإبل يعني لما تطلع أغنامهم أو إبلهم أو مواشيهم لما تطلع للرعي عليها وسم الوسم مع المكة ما حد يتعرض لها أبدا لأن يقول لك ذول سدنة بيت الله القوافل التجارية نفس القوافل التجارية كانت لما تمر منها تطلع للشمال تروح للشام أو للجنوب تنزل لليمن نادر تسلم قافلة من القوافل قليل كل القوافل كانت تنهب يعني يودون معنا ويودون وراها حراش مشلحين وياها لكن مع ذلك ما يلاحقون تنهب القوافل ويقتلون إلا قوافل قريش قوافل قريش ما حد يدن لها باعتبارهم سدنة الكعبة يعني البيت كرمهم كرم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم بيت الله الله عز وجل كرمهم لأنهم سدنة بيته لكن هم ما كرموا الله بالفعل جعلوا لشريك ما تسيطفون بالكعبة شي صحون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك إلا شريك هو لك يعني الأصناع من قصده وين كان هو شريكك لأنهم يعتبرون الأصناع مساعدة لله بالعمل أي تلبيتهم إلا شريك هو لك تملكه وما ملك أن هذا يشعدك في العمل أنت تملكه لكنه يشعدك هو إله وياك على مستوى الألوهية فالله عز وجل كرمهم لكن هم ما كرموا وحدانية الله ولا كرموا أوامر الله عز وجل نعم حلف الفضول إذا شامع ليش تأسس حلف الفضول حلف الفضول اللي كان النبي يقول أنا أدركته ولو يوجد مثل الآن بالإسلام حلف أنا أنظم إله شنو هذا لأن كان بعض الضعفاء اللي ما عنده عشيرة بعض الضعفاء اللي ما عنده عشيرة كان إذا ضفروا بي ظلموه ينهبون أمواله وخصوصا في الصدر الأول من الإسلام أنت تدري أبو ذر رادوا يقتلوه أبو ذر لما إجوا وأعلن إسلامه رضوان الله على رادوا يقتلوه لكن تعرف المنعهم من قتله شنو قام لهم واحد قلهم هذا قبيل تغفار هذا قبيل تدير مدائركم إذا قتلتوا قوافلكم يومية مر عليهم ترى هم قوافلكم يأخذوهم يذبحوكم هذا اللي خلهم يكفون إيديهم وإلا ما عفوه لأن الرجل كان عنيف معهم فهم لا أكرموا وفود بيت الله ولا أكرموا العقيدة ولا كرموا الله كما كرمهم الله عز وجل آمنهم من الخوف وتلقى لك الحروب دائر مدائرهم أولم يروا أنه جعلنا حرما آمن وتشوف الناس تتخطف من حوله هو آمن لكن هم ما كرموا الله عز وجل دين هاي اثنين الرأي الثالث هذا الرأي مروع عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يروي القرطبي تنبه لي لهالرأي يقول آمنهم من خوف أن يكون الخليفة إلا منهم التفت شوي يعني أن الخلافة في قرش شايف الله عز وجل آمنهم أن يتسلط عليهم خليفة خارج عنهم فالخليفة قرشي هذا المعنى اللي الفقهاء رتبوا علي آثار وأكو بيه حديث شوي التفت له الحديث ترويه كتب الصحاح اللي يحب يشوف صحيح مسلم شوف صحيح البخاري كتب الصحاح الحديث مؤداه شنو هو ما يجال هذا الآمر حتى يكون من بعدي اثنى عشر خليفة كلهم من قرش بجيه اثنى عشر امام في بعض اللي شان الاحاديث بعض اللي شان ها اثنى عشر امام بجيه اجوا الربع من بعدها يردون يوجهوه للحديث شنون اثنى عيش اذا يجمعون الامويين والعباشين شنون اكثر من خمشين اكثر فشنون العباشين وحدهم لا ما يصير الامويين الامويين اكثر من اثنى عشر الجين فشلون يعني شنون التم القضية يعني او اقل العفو شنون التم القضية يعني كيف يتم الجامع هذول شنون يعني هذا توجيه وظلك الحيص والبيص قام ومولان يلقطون منا 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 وإلى الآن باقية بس اغرب ما في هالتأليف اللي بعضهم يألف اغرب ما فيها ان يجعل واحد من ذول الامة الطنعش يزيد ابن معاوية يقول من ذول الطنعش اللي بشر بيهم رسول الله يزيد ابن معاوية فالشاء تقول يا أخي انت الآن بيدك تاريخ مسلمين ولما تمر بتاريخ المسلمين تسمع هذا الرجال قاعد على المنبار ويقول أقول لصحب ضمت الكأس شملهم وداعي صبابات الهوى يترنم خذوا بنصيب من نعيم ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم بصراحة يقعد على الشراب ويكلم ندمان بها الكلام ويصعد ترنحه الخمرة زين يصعد يركب على الأتان ويشابق خيول المسلمين مع قرد عنده مولع بالقرود وبالفهود وبالصيد على تعبير بعض معاصري لا يعرف من الحق موطئ قدمه زين إذا كان هذا من الخلفاء اللي يبشر بيهم رسول الله ليش يعني أنا ما يعرف هالعقدة من آل محمد ليش 12 واحد وما آل محمد ما أعرف دولة دولة الأيمة الـ 12 فليش نصرف للحديث مع أن الحديث طبيعيا موجه يعني موجه طبيعيا وقلت لك كل اللي يحب خليشوف كتب الصحاح موجودة ويشوف التوجيهات يقدر يقرأ التوجيهات السانة ما تعني التوجيهات لكن أرد أقول شنو العمل اللي يشتحق بي يزيد أن يكون إمام من أئمة المسلمين العمل اللي يشتحق أن يكون بي يزيد خليفة من خلفاء رسول الله يعني طاعت لله كان مطيع لله عز وجل ملأحنا في ابن قيش لما طلب من عنده معاوية قال له أصعد على المنبر امدح يزيد قال له خليني بمكاني قال له ليش قال له واحدة من اثنين إذا أصعد أحشي صدق أنت تغضب وإذا أحشي شذب الله يغضب لا غضبك ينحمل ولا غضب الله عز وجل ينحمل غضبك وراء شيف وغضب الله وراء نار قال له كيف قال له أصعد أقول أن هذا شكير أقول أن هذا منحل أقول أن هذا شفاك للدام أقول لني كل عنده ترضى مني أنت طبعا لا أصعد أقول متقي صائم مصلي مقيم للدين عالم الله يغضب عليه لأنه كذب هواجه الله بالكذب فخليني بعيد عن هالأجواء وبالفعل قاموا الأحنف ما قعد وهكذا هذا الرجل شنو اللي خلا يعد يعني بحيث ندفع عالمحمد ونجيب يجيد نخليه حتى نتمم العدد نشويهم اثنعش حتى ينطبق عليهم العدد على أي حال والحال هذا الرجل يعني كان موقف مع النبي موقف المواجهة ما كو وجه اللي وجه سمو اكو واحد مثلا مو مواجهة صريحة لا هذا مواجهة صريحة مواجهة غاية بالصراحة تجي السبايا هو لا بد الآن شايف هذا الجامع الأموي كان مجلس يزيد يم الجامع الأموي هذا أول السفح يصير يعني أول نهاية الجبل ما القاسيون أول السفح ومن بعد ينزل هالوادي اللي يجى من عند الركب فهو مكان مطل على السفح مطل على هاي المنطقة وبينت السبايا لما بينت أنشأ يقول لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح أو لم تصح فلقد قضيت من النبي ديوني أي ديونها هذه بادر وأحود وهذه دولة اللي تعبر عنهم هند هند تقول للوحش لقد قتل لي محمد آباء تكرع أنوفهم قبل شفاههم بالماء فأنا ما يبرد قلبي إلا أن أأخذ بثاري من هؤلاء وفعلا أخذت اللي أرادته وشملها منه يزيد شملها وين بواقعة الطاف ليت أشياخي ببدر شهد بيش شمل ذاك اللي يتصور أن رسول الله وتره قال راح وترك بيمن بثل ذات قلبك بأشباهك ذولة أشباهك أولادك بشبيهك خلقا وخلقا ومنطقة وبالفعل أخذوا للثار لأن علي الأكبر لما سقط ما بين ظهرانيهم اعصوا صبو عليها أشبعوه ضربا بسيوك وطعنا بالرماح إلى أن أخذه نسف الدم هالبرعم ليشبه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقة إنحنوا عليه بالطعن إنحنوا عليه بالضارب اشتدوا عليها إلى أن بلغت روحه التراق صاح عليك مني السلام أبا عبد الله عليك مني السلام أبا عبد الله أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريشته ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجه صاح بني علي بني علي على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد اشترحت من هم الدنيا وغمها وأبقيت أباك لهمها وغمها غمها قعد عنده وشاب مغمض العين بدم شابح مترب الخديان متواصل طبر والرأس نصان حين ظهر على وليد وتحشر يا أبو يا أبو سمع يا أمك ونين أمك من شبحة لعند الموت عين أمك للعشرين ما أصلا سنينك ما قدر الحسين هو يحمله شنو اللي يسوى أوعز إلى الهاشميين قال احملوا أخاكم حملوه ورجلاه يخطان إلى أرض خط وضعه الحسين بين القتلى من إخوته وجلس ينظر مرة في وجه هذا ومرة في وجه هذا خضب وما أجاب وكان خضاب بدم من على ودا أجل الحناء حا أطفال فالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجا أقل الحسناء ومغشلين ومغشلين مياه لهم شواء عبرات ذاك لا حرة أحشاء أحشاء يا شبوان بلغة لا تونون تصدخون قلبي من تلوجون مدري بغدالي أحبتنا رب ربي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله لطفا شفاء مريض دعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المظطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 إذا دعاه ويكشف السوء اللهم من على مرضانا بالشفاء ربي لا تآخذنا بشوي أعمالنا ارحمنا برحمتك في الدنيا والآخرة المؤسس تقبل عمله وإلى روحه وأمات المؤمنين والمسلمين بلغ اللهم الجميع كواب الفاتحة